طيب لما حدث مثلا في هل كان يتصور في خلد أحدهم مثلا أن يجري خلف الدنيا لم يستمعوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجروا خلف الغنيم والأسلام طيب دكتور محمد يعني هناك فارق ما بين الغنيمة وما بين السيطرة على سروات الشعوب الغنيمة أمر المشروع شريعة الغنيمة هو ما يتم تحصيله في أرض المعركة يعني هناك جيشان يتقابلان في أرض المعركة ما يتم الاستحواز عليه في أرض المعركة بالقوة في أرض المعركة ليس في بيوت المحاربين ولا مقدراتهم أبدا هذا هو اللغة الكبيرة وعدم الفهم يعني في بدري مثلا كانت القصة هو جري بعض في أحد جري بعض الصحابة الكرام وراء الغنيمة في أرض المعركة رغم أن قريشا يعني كانت حربت بجيشها وفيها النساء وفيها وفيها لكنهم لم يدروا خلف هؤلاء لكنهم حصلوا الغنائم التي تركها الكفار في أرض المعركة وهذا هو الغنيمة طب السؤال قصة الغنيمة هذه هل هي بدعة إسلامية؟ يعني هل الغنيمة هذه؟ لا ليست هكذا طبعا هكذا دقابة الناس آتي لسعادتك ببعض النصوص التي موجودة في الكتاب المقدس على سبيل المستدر دكتور محمد طب أحل الكتاب المقدس للمحاربين أخذ الغنائم في سفر العدد الإصحاح 31 يقول احصي أنت الغنائم والسبي من الناس والحيوان وقسم الغنائم منصفة بين الجند وخذ نصيبا للرب من غنائم أهل الحرب في سفر التسنية في الإصحاح 20 وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كلها غنيمة فاغتنمها لنفسك هذا هو الفارق أن الغنيمة هنا بدأت تتسع بدأت تتسع الغنيمة في منظور الكتاب المقدس التوراة نعم وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك هذا هو الفارق وقه قداس عليها يعني نعم ربنا أعطاهم يعني لكن عند المسلمين الغنيمة مرتبطة بأرض المعركة فأقول يعني الحصول على الغنيمة التي في أرض المعركة هذا أمر ليس فيه ليس بدعة الإسلامية وليس فيه مشكلة يعني هذا هو كان دأب كل الحضارات ودأب كل الشعوب أن تحصل الغنائم والسبايا والأسرى إلى آخرين طيب بعد ذلك دون مقاطعة إذا كان الأمر هكذا في تعليم الإسلام خلينا أسأل حدك سؤال من البداية بقى بلغة الإعلام فلاش باقي فضلك الله ما هي الأسس العامة للفتوحات الإسلامية طيب ربما لديك مجموعة من الأسس والأخلاق نعم صحيح نتعرف طيب دعنا يعني ربما أحصيت بعضها دكتور محمد نشير إليها هنا يعني بعض من هذه الأسس العامة لكل من أراد أن يعني يبحث في الفتوحات الإسلامية أو يتحدث عن الفتوحات الإسلامية لابد أن تكون أمامه هذه الأسس الإساس الأول على كل من يريد أن يتحدث عن الفتوحات الإسلامية أن لا يكون موجها نعم وأن لا يدخل للحديث عن الفتوحات بأحكام مسبقة بل عليها أن يقرأ الحقيقة التاريخية ثم بعد ذلك يصدر النتائج فيما يسمى عدم المصادرة على الأحكام يعني أنت لا تصدر حكما في البداية بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا الذي يدخل من المستشرقين يعني المستشرقين دكتور محمد له مناهك في دراسة التاريخ الإسلامي منها منهج الإسقاط على سبيل المثال منهج الإسقاط أنه يحاول أن يسقط على تاريخنا الإسلامي ما يعانيه هو في حضارته وفي تاريخه هو يعلم أن التاريخ الأوروبي في الأنصر الوسطى تاريخ الدموية هو تاريخ يعني ربما يستحي منه أتباعه فهو يسقط هذا التاريخ الغربي الأوروبي على التاريخ الإسلامي هذا هو رمتني بدايها وانسلتني هذه هي المشكلة هذا ليس فقط من جانب المستشرقين أو من جانب الخصوم لكن أيضا نحن مطالبون كمسلمين حين نتحدث عن الفتوحات الإسلامية أيضا أن نتحدث باعتبارها عملا بشريا لا يخلق من الأخطاء وأنه ليس عملا ملائكيا يعني هنا لابد ولا ندفع عليه قداس قداس أبدا أبدا لابد أن يكون بسوازنا تعترفون بها كمؤرخين بترجوز هذه موضوعيتنا كمؤرخين لابد أن نتحل بهذه الموضوعية والنزاهة حين نتحدث عن الفتوحات الإسلامية لا نجري وراء الرواية التمجدية التقريضية التي تعتبر الفتوحات عملا ملائكيا خالية من كل خطأ وأيضا لا ننساق وراء الجهة الأخرى أو الرأي الآخر الذي يعتبر الفتوحات الإسلامية عملا همجيا أو بربريا أو أنه سفك للدماء إلى آخره هذه هي القاعدة الأولى ترجمة نانسي قنقر